أربيل عاصمة الاستهدافات تخترق من جديد بستة صواريخ وقيل ثمانية وهناك من تحدث عن ثلاثة عشر صاروخا واستشهاد أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين مع تدمير عدد من المنازل وفي لحظة الأحصاء خرج الحرس الثورية مخترقا المشهد معلنا مسؤوليته عما جرى والذريعة استهداف مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران يقول المستهدف أن لها أذرع بهجوم كارمان هجوم واثب استفز سلطات الإقليم التي خرجت ببيان مستنكرة مطالبة المركز والمجتمع الدولي بعدم الصمت على خرق سيادة كردستان والعراق بعد ساعات استيقظت الحكومة من سباة دفوس وطبيعتها الهادئة التي أنستها ما حدث بذات اللهجة الدبلوماسية استنكرت وتواعدت بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن بعد إتمام عمل اللجنة التحقيقية المشكلة لمتابعة ملابسات الحادث ومضت بسحب سفيرها في طهران وهو مؤشر لا تعرف تبعاته إلى الآن تحركات رسمية باتت كعرف اعتادت عليه مدن العراق المخترقة بكل الأشكال والعناوين إيرانية تركية ومن فصائل مسلحة ترتفع وطيرتها ويزداد المهاجمون دون نقصان فالاستهداف الإيراني أكد بأن البلد مستباح تتلاطن في سمائه قذائف الفصائل مع مسيرات التحالف الدولية التي ترصد سواريخ الجارة العابرة للحدود وقواعد تركيا ومناطق لحزب العمال تقصف في أي وقت دون ردع أو منع دبلوماسيا أو عسكريا من الوسط تسير الحكومة بنهج مسكعص الاختلافات دون توتر علاقاتها مع أي طرف معتدي أو معتدى عليه لا يهم فتوطيد الحكومة أهم وهي السياسة يقول عنها مراقبون مهدت لما يحدث من فوضة فالأمن واجب صيانته والقانون على الجميع لكنه في وضع حرج لا تقوى على إحكام السيطرة على الداخل وكبح جماح الخارج ليستمر الحال على ما هو عليه ويصل بالسيادة لتكون الركن الغائب من دولة يحتضر أمنها وربما مات سريريا ضحى عمبر الرشيد